في هذا الجزء سوف نتعرف على كيفية إنشاء نموذج باستخدام معالج النماذج Form Wizard. فلنفترض على سبيل المثال أننا نريد إنشاء نموذج لتعيين عرض خاص لمنتقات الشركة لفترة محدودة. ولعمل ذلك نضغط على المفتاح Forms من شريط الأدوات Objects. ثم نضغط على المفتاح New من شريط الأدوات الخاص بالنافذة Database. فيظهر المربع الحواري New Form. فنختار Form Wizard من هذه القائمة. ومن هذه القائمة نختار الجدول المستخدم كمصدر بيانات للنموذج الذي نريد إنشاؤه. فنختار الجدول Products من هذه القائمة. ويجب ملاحظة أنه إذا لم نقم بتحديد الجدول المستخدم لعمل النموذج في هذه الخطوة، فسوف يتم استخدام أول جدول حسب الترتيب الأبجدي في مجموعة الجداول الموجودة داخل قاعدة البيانات كمصدر بيانات لهذا النموذج. والآن نضغط على المفتاح OK. فيظهر معالج النماذج Form Wizard. فنختار الحقول التي نريد إظهارها داخل النموذج. فنختار الحقل الذي نريده من القائمة Available Fields. ثم نضغط على المفتاح Add Field. كما يمكننا إضافة حقول من جداول أو استعلامات أخرى، وذلك عن طريق اختيار الجدول أو الاستعلام الذي نريده من القائمة Table & Curies. كما يمكن أيضا إضافة جميع الحقول الموجودة بهذا الجدول بالضغط على المفتاح Add All Fields. ولحذف أحد الحقول أو عدد من الحقول من القائمة Selected Fields، نقوم بتكرار الضغط على المفتاح Remove Field. والآن نضغط على المفتاح Next للانتقال إلى الخطوة التالية. ومن هذا الجزء يتم تحديد التخطيط الذي نريد استخدامه مع النموذج. وفي هذا الجزء تظهر معاينة للتخطيط الذي يتم اختياره. فنختار التخطيط الذي نريده ونضغط على المفتاح Next. ثم نختار أسلوب النموذج الذي نريده من هذه القائمة. حيث يظهر في هذه القائمة العديد من أساليب النماذج. وباختيار أي من هذه النماذج تظهر معاينة لهذا النموذج في هذا الجزء. فنختار الأسلوب الذي نريده وليكن Expedition. ثم نضغط على المفتاح Next. وفي الخانة What title do you want for your form؟ ندخل عنوان لهذا النموذج. أو نترك العنوان الافتراضي لهذا النموذج. ومن هذا الجزء نحدد هل سيتم فتح النموذج داخل نافذة التعديل Form Design لتعديله. أو سيتم فتحه داخل طريقة العرض Form View لعرض وإدخال وتعديل البيانات. فنترك الاختيار الافتراضي كما هو لعرض النموذج داخل طريقة العرض Form View. ثم نضغط على المفتاح Finish. فيتم عرض النموذج الذي قمنا بإنشائه داخل طريقة العرض Form View. ولإغلاق هذا النموذج نضغط على المفتاح Close Window. فيظهر النموذج Products الذي قمنا بإنشائه داخل قائمة النماذج الموجودة بهذا الجزء من النافذة Database.